السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك برير لكم الجيش الإسرائيلي مؤشرات متزايدة على مقتل هاشم صاف الدين الخبر لنتشر على موقع التواصل الاجتماعي قالت إذا عدد الجيش الإسرائيلي أن هناك مؤشرات متزايدة على أن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صاف الدين قتل في غارة شنهج الطيران الحرب الإسرائيلي على الضحية الجنوبي لبيروت أمس الخميس ونقلت هيئة البساء الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن صاف الدين أصيب في الغارة التي استهدفته مساء أمس الخميس بلبنان ولكن لا توجد تأكيدات بشأن مصيره وتردد اسم هاشم صاف الدين المولود عام 1964 مؤخرا لخليفة محتمل لأمين عام حزب الله حسد نصر الله التي اقتلته إسرائيل في 17 سبتمبر الأيلول الماضي وينتمي صاف الدين إلى عائلة شئية معروفة في المجالين السياسي والديني إذ خرج منها السياسيون وعلماء في المذهب الشيعي وهم يلفت في علاقة صاف الدين بنصر الله إضافة إلى كونه ابن خالته التشابه بينهما في الشكل والصوت والهيئة وحتى في النظر وفي السياق ذاته ناقلت إزاعة الجيش الإسرائيلي أن مسؤول استخبارات في حزب الله كان أيضا في المخبأ الذي قصف أمس الخميس ولم يعرف مصيره ومنذ 13 سبتمبر أيلول الماضي تشن إسرائيل غارات دموية على لبنان أسفرت عن سقوط نحو ألفين قتيل وألاف الدين ولاحقا تواغرت إسرائيل بريا في لبنان حيث تواجه مقاومة شاريسة من مقاتلي حزب الله وإلى جانب التصدي للتواغل البري يواصل حزب الله أطلاق الصاريخ بوتيرة متصاعدة على المستوطنات والمدن الإسرائيلي